السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب حياكم الله تعالى وبياكم وثبتنا وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وأسأل الله العلي القدير الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار مقامته إنه القادر على الجليل والجلل على عادتنا عش معي هذا اللقاء بعقلك وقلبك ووجدانك وكل كيانك وأسأل الله العلي الأعلى أن يفقهنا في أمر ديننا وأن يبصرنا بعيوبنا هو ولي ذلك والقادر عليه بآخر لقاء لنا قبل شهر رمضان أسأل الله العلي القدير أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات وبالأمن والإيمان وبالسلامة والإسلام وأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم في رمضان على ذكره وشكره وحسن عبادته كم رمضان عد عليك كنت عاوز تعمل حاجة أو كنت عاوز تغير نمط من أنماط حياتك لكن ما حصلش ما قدرتش النية كانت موجودة لكن كان ينقصك شيء مهم جدا اسمه الهمة فاكر رمضان الماضي كنت عاوز تختم القرآن الكريم أكثر من مرة فاكر رمضان الفائت كنت بتقولها تصلي الأوقات الخمسة في المسجد مع الإمام في جماعة فاكر رمضان اللي فات قلت رمضان فرصة إن أنا أقلع عن التدخين مش هدخن تاني بعد رمضان فاكر رمضان الماضي قلت هفضل بالحجاب حتى بعد شهر رمضان كل هذا الكلام ذهب أدراج الرياح ليه؟ لضعف الهمة لأن الهمة كانت ضعيفة رغم إنك كنت تقدر تعمل كذا لكن ضعفت همتك فقعدت جوارحك لما ضعفت الهمة قعدت الجوارح وخلي بالك ده أكبر عيب في أي حد أن يضعف عما يقدر أن يفعله ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام شهر رمضان عوز المسلم عالي الهمة السباق إلى كل خير والمسلم الحقيقي عالي الهمة سباق إلى كل خير لو رأى الثواب في الثرية لتناوله بيده خلي بالك الثرية أبعد نجم في السماء المسلم الحقيقي لو رأى حسنة أو رأى ثوابا في الثرية لطار إليه وتناوله بيده الله تبارك وتعالى حثنا وحضنا على علو الهمة قال سبحانه ولكل وجهة هو موجهة ستبق الخيرات الله تبارك وتعالى أخبرنا أن علو الهمة من صفات المتقين أهل الله أهل الجنة نسأل الله العلي القدير أن نكون منهم قلوا آمين قال سبحانه وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةَ أنَّهُمْ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَابِقُونَ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ الله تبارك وتعالى يحب المسلم عالي الهمة يحب المسلم الذي يسارع إلى الخيرات الله تبارك وتعالى تعبدنا بعلو الهمة طلب منا علو الهمة شهر رمضان غنيمتك الله تبارك وتعالى أعطاك نعمة عظيمة جدا لما بلغك شهر رمضان لذلك اغنم هذه العطية لا تضيعها قال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة الله عز وجل أنعم عليك أن بلغك شهر رمضان أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان على كل خير خذ بقى ما آتاك الله تبارك وتعالى بقوة لأن شهر رمضان فرصة فرصة عظيمة جدا لا تضيعها عوزك تخش رمضان السنة بهمة عالية بدون هذا لن تغنم لوما دخلتش رمضان بهمة عالية سوف تضيع الغنيمة تدخل رمضان بهمة ضعيفة لن تغنم شيئا عوز أقول لحضرتك أن الطريق إلى الله رب العالمين أوله اقتحام بدون هذا لا تصل بل تسقط في بنيات الطريق ويندق أنقك ونسأل الله أن يسلمنا من كل داء بقول لحضرتك الطريق إلى الله عز وجل أوله اقتحام شاهدوا هذا من القرآن قوله تعالى فلا قتحم العقابة وخلي بالك علاقتك بربنا عز وجل ما فيهاش نص نص إما أن تكون لك علاقة قوية بالله عز وجل أو تكون عبد من أحد العبيد زي أي حد قال تعالى فمن يعني الله تبارك وتعالى يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ما فيش نص نص لذلك رمضان عوز المسلم الحقيقي عالي الهمة المسلم الذي لا يسبقه إلى الله تعالى أحد أو أحد يسبقك إلى الله عز وجل في شهر رمضان سيدنا وهايب بن الورد يقول إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله تعالى فافعل إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله تعالى فافعل خلي ده شعرك في شهر رمضان السنة إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله تعالى فافعل سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه سيدنا الحسن كان يقول من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره سيدنا الحسن البصري كان في رمضان يمر على الصبيان يتحدثون ويلهون ويلعبون في الطريق فيقول يا ليت أوقات هؤلاء تشترى فأشتريها ياريت الأوقات اللي بتضيع دي تشترى كنت اشترتها ياريت الأوقات اللي بتهدر دا تشترى كنت اشترتها اوعى تفوت لحظة من شهر رمضان لأنك مش عارف رمضان هيجي عليك تاني ولا لا سيدنا النبي في الحديث يقول من فتح له باب خير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق دونه فاوعى حاجة تعطلك في شهر رمضان لازم تغنب كل لحظة في شهر رمضان حتى ولو على حساب جسدك حتى لو على حساب بدنك سيدنا عبدالله بن عبدالله رضي الله عنه فاتته مرة صلاة الجماعة مرة فاتته صلاة الجماعة فصام يوما وقام ليلة واعتق رقبه الله بيعمل ليه كل ده يعاتب نفسه يعاقب نفسه يحاسب نفسه إذا كانت النفوس كبارا تعبت معها الأبدان نفسه كبيرا مش عاوز يتأخر عن الله عز وجل تأخر مرة عن صلاة الجماعة فعاقب نفسه وقام ليلة وصام يوما وأعتق رقبه علشان نفسه ما تكسلش تاني عن طاعة بقول لحضرتك اوعى تفوتك لحظة من شهر رمضان حتى لو على حسابي بدنك أيوة تتعب في رمضان اتعب شهر يستهل تتعب ما ينفعش رمضان السنة يبقى زي أي رمضان فات وعلى قدر نياتك الطيبة الله عز وجل يعطيك سيدنا عامر ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه عامر ابن الزبير ابن العوام وهو في مرضه الذي مات فيه يسمع منادي الصلاة ينادي للصلاة فيقول لأولاده احملوني إلى المسجد ودوني المسجد عوز روح أصلي فقالوا قد عذرك الله أنت مريض صلي مكانك صلي مكانك عذرك الله رب العالمين فقال كيف أسمع منادي الله عز وجل ولا أجيب احملوني إلى المسجد فحملوه وذهبوا به إلى المسجد ووضعوه في الصف فصلى مع الإمام ركعتين ثم مات ساجدا عاش على شيء ومات عليه سيدنا عدي بن حاتم الطائ الصحابي الجليل وهو بيموت يقول لأولاده يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه نسأل الله أن يحسن خواتيما نقول أمين سيدنا عدي بن حاتم الطائ هو بيموت يقول لأولاده والله منذ أسلمت ما أذن لصلاه إلا وأنا على وضوء ولا أقيمة صلاه إلا وأنا في المسجد تندهش لما تعرف إن سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه من أطول الصحابة عمرا سيدنا عدي بن حاتم الطائ عاش مية وعشرين سنة تصور كم جاهد نفسه على هذه الطاعات الآن قد لا يخرج هذا من كم أحدنا قد لا يستقيم لأحدنا أن يلتزم بطاعة كهذه شهرا واحدا طب إيه الفرق بيننا وبينهم الهمة بقول لحضرتك همم عالية ما كانش بيضي على نفسه فرصة يتقرب بها إلى الله رب العالمين يا أخي الناس دول كانوا العبادة بالنسبة لهم حالة إيمانية يعيشوها مع ربنا تبارك وتعالى مش مجرد روتين أنا بقول لحضرتك الرجل في فراشه مريض لا يستطيع حراكا يسمع الأذان يقول لأولاده ودوني المسجد يقول له أنت مريض عذرك الله صلي مكانك فيقول كيف أسمع منادي الله عز وجل ولا أجيب إزاي؟ هعمل كده إزاي؟ احملوني إلى المسجد ياخدوا يودوني المسجد يصلي ركعتين ويموت عاش على شيء ومات عليه سيدنا عفان بن مسلم رضي الله عنه وأرضاه بيحكي عن حماد بن سلمة يقول كان حماد بن سلمة يدعو الله ويقول اللهم إن كنت أعطيت أحداً الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبره إيه رأيهاك؟ وبيطلب من ربنا عز وجل إيه؟ بيقول يا رب إن كنت أعطيت أحداً الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبره عاوز أصلي حتى في البرزخ حتى وأنا في القبر عاوز أصلي رب أنا باستريح وأنا في الصلاة عاوز يا رب أصلي حتى وأنا في القبر قال الإمام الذهبي يقال أن الله تعالى استجاب هذه الدعوة ورؤيا حماد بن سلمة بعد موته في المنام يصلي في قبره الناس دول كانوا بيصلم علشان يستريحوا بالصلاة بعضنا الآن نسأل الله العافية يصلي حتى يستريح من الصلاة أنا عاوزك السنة دي في رمضان الصلاة تبقى حالة إيمانية تعيشها مش مجرد حركات بدنية در رب تعيشها كده حالة إيمانية مش مجرد حركات بدنية بتعملها حركات رياضية سيدنا عبيد الله بن كثير الحمصي الرجل ده كان إمام المسلمين في المسجد الكبير بحمص كان يصلي بالناس في المسجد الكبير بحمص وهو بيموت واحد بيقول له يا إمام صليت بنا في المسجد الكبير ستين سنة لم تسه مرة في صلاتك ولم تخطئ في آية انت حصل معكده إزاي إزاي ولا مرة طيلت ستين سنة بتصلي بينا ولا مرة سهيت في صلاتك أو أخطأت في آية قال هذا فضل الله علي لكني ما دخلت المسجد مرة وفي قلبي غير الله أهو ده بقى اللي احنا بنقول عليه التفرغ للعبادة ما بنقول لكش تفرغ للعبادة يعني سيب اللي وراك وسيب اللي قدامك بس أفرغ قلبك وأحضر ذهنك لما تدخل في عبادة وانت حتقرأ شوية قرآن يبقى خلاص أحضر قلبك وأفرغ ذهنك لما هتبقى هتصلي تفرغ لهذه العبادة وقت أداء هذه العبادة ده اسمه التفرغ للطاعة يا أخي واحد من الصالحين بيقول لصديقه قم بنا إلى المسجد نصلي يلا الروح نصلي قال لم يؤذن للصلاة بعد عن صلي إيه الأذان لسه ما أذنش قال ما لنا والأذان إنما الأذان للغافلين إنما الأذان للغافلين بقول لحضرتك ايه عباية على نفسك لحظة من شهر رمضان ادخل رمضان السنادي بروح المنافس ادخل رمضان السنادي بروح المسابق إياك أن يسبقك أحد إلى الله عز وجل بالحلقة الماضية كتير جدا من إخواننا وأحبابنا كلموني ابعت لنا ربط الحلقة ما شفناش الحلقة عاوزين نشوف الحلقة ما شفنهاش فعرفت بعد كده إن كان فيه مطش للأهل صرف الناس عن الحلقة الكلام ده في رمضان ما ينفعش بقى ما ينفعش في رمضان إنت تعرف تاخد ريموت التلفزيون من ابنك لو عايز الكرتون مستحيل كمان اوعى أي حد يعطلك في شهر رمضان اوعى حد يضيع منك لحظة من شهر رمضان حتى لو على حساب بدنك وأنا بقول لك إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد اوعى لحظة من رمضان تضيع عليك سيدنا أبو مسلم الخولاني لم يدرك رسول الله لكن أدرك أكثر صحابة رسول الله الرجل دا كان عنده في البيت مصلى يصلي فيه ويعبد الله تعالى فيه ودي سنة مهجورة على فكرة من السنة يكون لك موضع في بيتك للعبادة اسمه مصلى البيت زي ما لك مكان مخصوص بتاكل فيه ولك مكان مخصوص بتنام فيه ولك مكان مخصوص بتستقبل الضيوف فيه كمان لازم يكون لك مكان مخصوص للعبادة سيدنا أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه وأرضاه كان عنده مكان للعبادة مسميه مصلى البيت كان بيعلق في المكان بعصايا إذا ضعف وقعد عن الطاعة ضرب بهذه العصى قدمه وقال لها قومي والله لأزحفن بك إلى الله تعالى زحفا والله لأزحفن بك إلى الله تعالى زحفا حتى يكون التعب منك لا مني وحتى يكون الكلل منك لا مني وكان يقول كده يقول أيحسب أصحاب محمد أن يستأثروا بمحمد دوننا والله لنزاحمنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مزاحمة حتى يعرفوا أنهم خلفوا خلفهم رجالا تعرف تدخل رمضان بالروح دي؟ والله لنزاحمنهم على رسول الله خل بالك اللي هيخرج من رمضان وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مش أحسن منه اللي هيخرج من رمضان وقد كتب اسمه في سجل العتقاء من النار مش أحسن منه اوعى حد يسبقك إلى الله في هذا الشهر بقول لحضرتك ادخل رمضان السنادي بروح المنافس ادخل رمضان السنادي بروح المسابق اوعى أي حد يسبقك إلى الله عز وجل خل رمضان السنادي غير أي رمضان عد خل حالك مع الله تبارك وتعالى في رمضان السنادي أحسن من أي مرة فاتت اوعى حد يعتلك في هذا الشهر الكريم اوعى حاجة تعطلك عن تحصيل مرضات الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل اللي هيطلع من رمضان وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مش أحسن منك اللي هيكتب اسمه في آخر هذا الشهر من العتقاء من النار في شهر رمضان مش أحسن منك عوزك السنادي تجاهد نفسك عوزك السنادي تخلي بالك من أي حاجة عوز تصرفك عن الله عز وجل في شهر رمضان لما تبقى قدام برنامج زي ده وإيدك بتكلك عن رموت عايز تغير المحطة اعتبر أن أنت في مجلس علم استحضر أن الملائكة تحفك استشعر أن السكينة تتنزل عليك استشعر أن الله تبارك وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى عنده سيدنا لقمان الحكيم كان يقول لولده يا بني إذا مررت بقوم يذكرون الله تعالى فاجلس معهم عوزك دلوقتي حالا تجدد نيتك إن ده مش مجرد برنامج بتفرج عليه ده مجلس علم تسمع فيه عن الله وتسمع فيه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسأل الله عز وجل أن يتقبله منا قلوا آمين سيدنا لقمان الحكيم كان يقول لولده إذا مررت بقوم يذكرون الله تعالى فاجلس معهم إن كنت عالما زادوك علما وإن كنت جاهلا علموك وإن لم تكن هذه ولا تلك فلعل الله تعالى أن ينظر إليهم بعين رحمته فينالك من ذلك نصيب وإذا مررت بقوم لا يذكرون الله تعالى فلا تجلس معهم إن كنت عالما لم ينفعك علمك وإن كنت جاهلا زادوك جهلا وإن لم تكن هذه ولا تلك فربما ينظر الله تعالى إليهم بعين سخطه فينالك من ذلك نصيب أي فرصة تجي لك في رمضان تسمع فيها عن الله تسمع فيها عن سيدنا رسول الله تستفيد شيء من العلم النافع تتقرب بها إلى الله عز وجل إياك تضيعها طيب معنا اتصال نستقبل الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام قطع الاتصال إن شاء الله يتصب بنا مرة ثانية بإذن الله بقول لحضرتك أي فرصة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى أي فرصة تدخلك على ربنا عز وجل إيوعة ضيعها في هذا الشهر واحد من السلف الصالح سمع عن رجل من العلماء الكبار نزل مكة يكلم الناس عن الله ويحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزود الرجل وأخذ راحلته ومضى إليه يضرب أكباد الإبل أياما حتى وصل إلى مكة وذهب إلى المسجد الحرام فوجد الشيخة في المجلس يحدث الناس والناس من حوله يسمعونه ويكتبون عنه فجلس بين الناس يكتب ما يمليه الشيخ وفجأة سمع أن هذا المجلس آخر مجلس للشيخ وبعد كده هيمشي المجلس ده آخر مجلس للشيخ وبعد كده هيرجع بلده فشق عليه أنه يرحل كل هذه المدة ثم لا يكون حظه من علم الشيخ إلا هذا المجلس فجلس يفكر كيف له أن يجعل الشيخ يبقى أياما يحدثهم بأحاديث رسول الله في أثناء المجلس الشيخ حدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ماء زمزم لما شرب له أسأل الله أن يحملنا وإياكم إلى الحج والعمر أعواما متتالية سامع الشيخ يقول قال رسول الله ماء زمزم لما شرب له فاستأذن وقام من المجلس فرماه الناس بأبصارهم كيف يقوم من المجلس ويترك ولو لحظة من المجلس ويحرم ولو كلمة من علم الشيخ غريبة إزاي يعمل كده فقام ولم يلبث إلا قليلا ثم رجع وبعدين رفع إيده واستأذن أن يتكلم فأذن له الشيخ قال له تفضل قال له يا مولانا حدثتنا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه ماء زمزم لما شرب له يعني اللي يشرب ميت زمزم بأي نية وهو صادق إن شاء الله عز وجل الله تبارك وتعالى يقضي له حاجته حديث صحيح قال حديث صحيح نحن لا نروي عن رسول الله إلى الأحاديث الصحيحة قال له والله أنا قمت الآن وشربت من ماء زمزم دلوا بنية أن تمكث معنا ثلاثة أيام تحدثنا بأحاديث رسول الله فتبسم الشيخ وأعجب بهمة هذا الطالب ورغبته في العلم فمكث معهم أياما يحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها إيه دي؟ اسمها الهمة الرغبة في التحصيل يعني لما تسمع عن واحد اسمه محمد بن السلام البيكاندي محمد بن السلام ده مرة في مجلس علم علشان بس ما تستسقلش دقيق زيدي تجلس تسمع فيها عن الله عز وجل وتسمع فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستفيد شيء تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى محمد بن السلام البيكاندي مرة في مجلس أحد شيوخه وهو في المجلس الشيخ يملي الأحاديث والعلم وهو يسجلها خلف الشيخ فانكسر قلمه القلم اللي بيكتب به انكسر فشق عليه أن يترك المجلس ليشتري قلما ويبريه ثم يرجع إلى الشيخ فيفوته بعض الفوائد وبعض المسائل ويحرم من علم الشيخ فنادى في أصحابه وجلسائه الذين يكتبون معه علم الشيخ قال قلم بدينار زي لما يكون الألم بجنيه وتقول ألم بألف جنيه قال فتطيرت عليه الأقلاب فأخذ قلما وجعل يكتب ما يمليه الشيخ وبعد المجلس أعطى صاحب القلم دينارا يعني زي ألف جنيه في قلم لا يسوي إلا جنيه البذل ده لا يتأتى إلا بهمة لما يكون عندك همة حيكون عندك نهم وحيكون عندك رغبة أنك تقرأ القرآن وتختمه مرة واثنين وثلاثة حيبقى عندك رغبة مش بس أنك تختم القرآن وتقرأ كده قراءة لقد أنت عاوز تطلع القرآن وانت معك خمس ستة أجزاء حفظهم ومستريح فيهم حتبقى عندك رغبة أن أنت كل ليلة من الليلة لرمضان لك ركعتين بالليل تتقرب بهم إلى الله عز وجل مش هتعرف تفوت يوم إلا ولك صدقة كده في الخفاء لا تعرف شمالك ما الذي أنفقته يمينك إمتى يحصل كده لما يكون عندك همة بقولك لازم تدخل رمضان بروح المسابق بروح المنافس الإمام الشرازي الإمام الشرازي ده عالم من العلماء الكبار ملأ الدنيا علما الإمام الشرازي صغار تلاميذه أصبحوا علماء ملأ السمع والبصر مر الإمام الشرازي ده مرض فطلبوا له دواء فلم يجدوا له دواء إلا عند طبيب يهودي طيب معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام إزاي كيف؟ مختفادي إزاي حضرتك يا مرحبا إزاي حضرتك؟ أهلا بيك يا مرحبا جزاك ربنا خير على اللي حضرتك بتعمله معنا وبشكرك جدا جدا والله يعني ما فيس حد زي كده الوقت الله يحفظك يا فنم ربنا يبارك فيك ده شرف لينا ربنا يرفع قدرك ربنا يحفظك كل عام حضرتك بألف خير رمضان كريم ربنا يحفظك ربنا يحفظك فنم كل عام وأنتم من الله أقرب أستاذ المشاهدين جميعا يا رب أمين يا رب دعي لنا بأي شيخ نسأل الله جل يثبتنا وإياكم يا رب ويهدينا وإياكم ويبلغنا رمضان على خير اللهم أمين ودعواتك كده ندعي البعض بظهر الغير إن شاء الله جزاكم الله خير بارك الله فيك وقول لحضرتك الإمام الشرازي ده عالم كبير مرض طلبوا له دواء لم يجد دواء إلا عند طبيب يهودي فأرسلوا إلى هذا الطبيب فلما جاء وجلس عند رأس الإمام قال له والله لو لا ميثاق الطب وعهد الأطباء لقتلتك وفجعت فيك المسلمين أنا عارف لو أنت موت يفجع فيك المسلمون مصيبة لما تموت ويحرم المسلمون من عالم مثلك والله لو لا ميثاق الطب وعهد الأطباء لقتلتك وفجعت فيك المسلمين فقال فوقع ذلك في نفسي فتعلمت الطب تعلمت الطب الرجل بمنتهى الأريحية بيقول تعلمت الطب الطب الذي تفنى فيه أعمار أنا مثلا ليه مع اللغة الإنجليزية صولات وجولات ومحاولات بقى أكثرها بالفشل بسبب إيه؟ ضعف الهمة لما سدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصله كتاب من ملك من ملوك العجم فطلبوا لهذا الكتاب ترجمانا مترجم يعني لأن الكتاب كان بغير اللغة العربية طلبوا للكتاب ترجمانا فلم يجدوا إلا مترجما يهوديا فأرسلوا إليه فجاء اليهودي وأخذ الكتاب ليقرأه فحرف شيئا من معناه ليوقع بين رسول الله وصاحب الكتاب فأوحى الله تعالى إلى رسول الله وأخبره بمكيدة اليهودي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وقال لا آمن يهوديا على كتابي أين زيد بن ثابت؟ فجاء زيد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم السريانية قال زيد فتعلمتها في خمسة عشر يوما علشان كده بقول لحضورتك رمضان السنة دي لازم يبقى غير أي رمضان عد كلمت كان النهاردة عن الناس دي ليه؟ مش لمجرد التسلية ولا الثقافة الذهنية الفارغة الباهتة لكن علشان نستلهم الدروس والعبر والعضات بقولك اللي هيطلع من رمضان السنة دي وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إنسان زي زيك اللي هيكتب اسمه في سجل العتقاء من النار أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم مش أحسن منك اوعى السنة دي تضيع رمضان بالسهرات والعزمات والنوم والله مسكين اللي بيفضل طول النهار صايم وبعد كده يقوم يفطر انت إيه اللي عملته ده؟ السنة دي لازم يكون غير أي رمضان عد عليه عاوزين بإذن الله عز وجل نفضل فاكرين النمازج اللي احنا تكلمنا عنها دي سيدنا عبدالله بن عمر وعاقب نفسك لو فاتتك سلاة الترويح في ليلة عاقب نفسك عشان ما تعملاش تاني تصدق بصدقة لو الفلوس بتوجعك وفي ليلة نمت عن صلاة من الصلوات عاقب نفسك بصدقة لو الفلوس بتوجعك ولا قوم ليلة تصلي لو الموضوع ده حيتعبك شق على نفسك علشان نفسك ما تعملش كده تاني جاهد نفسك خليك بالضبط زي ايه؟ زي بابا بقولك كده ابنك لما بيبقى واخد الرموت وعاوز الكرتون وانت عاوز أي محطة تانية رمضان السنة دي ان شاء الله يكون غير اي رمضان عدة بإذن الله عز وجل نلتقي في شهر رمضان كل يوم سبت وثلاث الساعة ستة ان شاء الله بإذن الله عز وجل هستنى تلفوناتكم ونشوف كده نقول لبعض انت نوع على ايه في رمضان وحتدخل رمضان بنيت تغير ايه في حياتك وتعمل ايه ان شاء الله اسأل الله تبارك وتعالى ان يبلغنا وإياكم رمضان على خير الى ان نلتقي اصدقوا منكم اليه الذي يتضعوا واسمعوا اشتركوا في القناة